المشكلة التي نحن في الجزائر كانت مشكلة لازم نهضر عليه قبل ما نهضر على المواثلين لازم نهضر عن نظرة هدية لي يعني تكسر الناس ولا تكسر أمور بلا ما تشوفها مثلا تتاهدر على ريفكا ولا كان في الفيم هاولي قال لك ريفكا بطولة ريفكا هاول بطولة جماعية الفيم سمبان بليوش قالوا وقع ما كاش منه صالح وقلوت ممثل كبير وكان حنا رحبين نجيبوه يعني باش يكون يقونا لهذا الشباب باش هما يقفوا قدم صالح هذا شرف لهم ومام ريفكا ولا صالح يقفوا قدم صالح شرف له يعلموه بالعكس باش نورو بلي كان تبادل كان جيل يعطي الجيل واحد اخر المشعل هذا ويروح من جيل لجيل